وفيه فضيلة الإخلاص لله مع العمل فإن العمل إذا كان مجرد عن الإخلاص لا ينفع صاحبه وإذا قال يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فالإخلاص يرفع الناس مقامات عالية ومنازل سامية لا يدركونها بغير الإخلاص فكم من قليل مع الإخلاص صار عظيمة وكم من كثير بدون إخلاص تبدد وتلاشى فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له والعمل بطاعته